أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على قوة ورسوخ العلاقات بين مصر وكوتيفور مع التطلع الارتقاء بتلك العلاقات التاريخية إلى أفاق أرحب وخلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية الإفوارية أداما بيكتوغو أشار رئيس مجلس النواب إلى تسعي مجالات التعاون المشترك في إطار حرص مصر على تفعيل صيغ التعاون الجنوبي الجنوبية مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الذي تقدم مصر الأشقاء في كوتيفور لجميع التخصصات التي تدعم التنمية بمفهومها الشامل ومن جانبه أشهد رئيس الجمعية الوطنية الإفوارية بالنموذج التنموي المصرية خاصة في مجال البنية الأساسية وتطورها